يعني بيتعامل بفريقه بالسكواد اللي معاه محلياً ازاي وقرياً ازاي؟ هو ذاكي جداً لما نيجي نتكلم على الحطة دي لما نيجي نتكلم مثلاً على الأهل أمام يانج أفرين لعب مصطفى شبير أقرم توفيق حطه مكان محمد هاني خلاه يسترع شوية عندك محمد عبد مني مواما بيع مستقرين لأن ياسر بيم طبعاً مصاب عندك علي معلول بدأ بدأ يحط نبيل كوكا عشان كده بقولك أنا متوقع وأن نبيل أحمد نبيل كوكا يلعب المطش الجاي وبدأ يحط مهوان عطية وعمر السلية فبدأ يبقى شكل الفئة باينة يعني خلاص أنا حافظنا المدير الفني بيعمل إيه؟ هو حدى للمطش دوت من بدل شوية هو ذاكذا الوقت لما بدأ حط نبيل كوكا حداره للمطش عنده أقام توفيق حداره للمطش الجاي كباديل بالنسبة له أو ورقة بالنسبة له مهمة جداً للمطش الجاي حيث أن الشحات وبرسيتير ومودرس بدأ يعمل تحضير لشكل الفئة بشكل كبير جداً فبالتالي لما نيجي نبص مثلاً مطش البلدية اللي قبله هو لاب محمد هاني وأمر كمان مكان عالي معلول في الباكليفت هو بدأ يبقى يشوف البديل المناسب في الباكليفت لو عالي معلول حصل حاجة في المطش هو بدأ يشوف البديل عندك أمر كمان مش مقايد أفريقياً فبالتالي هو بدأ يدينه محلياً عشان لو يحتاجه في مطش الكاس يبقى موجود عندك كايم ندفط طبعاً بدأ يدينه في بعض الأحيان بشكل جميع جداً ودى الأفشة في مطش البلدية يعني بدأ يحط ودى سليم ناحية الشمال فوق وكايم فؤاد فبدأ هو يبدأ يحط الناس في المطشات المحلية والأفريقية بدأ يعمل مكسي كويس جداً للفئة يعني لما نيجي نشوف مطش البلدية حاطت الفئة بشكل كويس جداً لما نيجي نقول مطش أفريقيا غيى في بعض اللعيبة فبالتالي هو بدأ يحط يده على مفتاح كلها بتاعت التيم بدأ يبقى عنده مين يلعب هنا مين يلعب هنا فاللو بدأ بالتشكيل لو قلت حرك عليه هيبقى عنده تغيات كويسة جداً عنده يدى سليم فوق عنده كايم فؤاد فوق لو بدأ بوسامة يبقى عنده قهابة يعني عنده حلول كتير كتد عمر كمان ممكن يبقى بدل معلول لو احتاجه في مطش الكاس يقدر يلعبه فهو بدأ عنده حلول كتير جداً عنده كايم فؤاد كمان وكايم فؤاد ما نقول تعليه إنه هو بدأ يحط فهو بدأ يغير من تشكيل في أفريقيا غير تشكيل الدور فبدأ يدين نفس حلول علشان في مطش الكاس يقع عنده الميكس ده وعنده الأوائل اللقضة غير بها أثناء اللقاء فدي مهمة جداً 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 فبالتالي هو حقي ده مفتاح الفئة بشكل كبير جداً فدأ